اشتركوا في القناة 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 لا اشتركوا في القناة 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 وفاء لكنه لما فاء لقى حسين لكن كانت المفاجأة ان كان حسين معاه جابر فاكرينه جابر صاحب المكتبة اللي بعلو اللعبة ايه ده انت انت مش موت انا يا ابني انا ما موتش من اهو يا ابني انت ايه يا ابني اللي حصل لك ده زميلك جهوة حكالي وقال لع اللي حصل لك من لعب معلش يا حبيبي لو اللعبة دي مضيقك هد ويا ابني السبعين جنيه بتوعك انا حد هملك انت بتقول ايه يا عم انت اللعبة بتاعتك دي عملت فيا بلاوي هي ايه دي اصلا يا ابني لعبة بلاوي ايا دي لعبة عادي انت اللي مش عارف مالك ايه ده بس يا حبيبي كده ايه ده وما تشغلش بالك رد حسين وقال له يا عشرف اسكت انت انت كده اعصابك يا حبيبي حبوص ايه ده خالص خالص هو انا كنت معدي على المكتبة حكيت لعم جابر عم جابر جمعي عشان يعني يشوفك مالك مدايق ليه ويقولك الف سلام عليك اصلاحه برا اصلاحه برا اصلاحه برا عشرف دخل في غيبوبة بيفتح اينيه لقى قدامه الدكتور اللي كان بيكشف عليه وبيقوله ها ازيك دلوقتي يا عشرف الحمد لله انت كويس الحمد لله يا دكتور لا ده انت بقيت تمامة اهو كلها يومين وحكتبلك خروج الحمد لله يا دكتور متشكرين جدا بس انت انا عايز اسألك سوال فضل يا دكتور هي لعبة ليدو بتاعتك اللي انت كنت جيبها في ايدك دي انت ليه كنت ما تمسك بيها كده ومش عيز السبق لعبة ليدو ايه ايه يا عشرف ايه دا يا باب ايه يا دكتور انت قلت لعبة ليدو ايوا يا حبيبي قلت لعبة ليدو ايه unders بس انا عايزة انا عايزة طيب حاجبها لك دلوقتي ايه ده بس قوعد بس كده وحده لكن انت عامل ايه دلوقتي وصحتك عامل ايه انا كويس يا دكتور هو مش خلاص الحروق اللي في جسم راحت حروق ايه يا عشرف هو انت كنت محروق ايه يا دكتور امال انا كنت جاي المستشفى ليه اه اه يا عشرف اه 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 الحروق بتاعتك خفت يا عشرف طب يا عشرف اه وممكن تفكرني كده انت اتحرقت ازاي ايه يا دكتور هو انت اه اه مش هللي كنت عالقتيني وعرفت انا اتحرقت ازاي اصلي انا بنسة يا عشرف قول لي بس كده انت اتحرقت ازاي انا كنت باولع في لعبة اللي تللي اللي انت بتقول عليها يا دكتور وبعدين يا عشرف النار مسكت في اللعبة ومسكت فيه اه وبعدين وبعدين الناس جابوني المستشفى انا مش فاكر ايه اللي حصل ساعتها بالضبط لكن ده اللي انا عرفته يعني هاي عشف طيب وانت ايه رأيك في اللعبة دي عشف رأيي ايه ده لعبة قلبت حياتي عملت ايه يعني في حياتك بهدلت لخواتي لاني ما بقيتش عارف انا بلقيت لقيها كل شوية مع واحد منهم وهم اصلا صغيرين مش فاهمين انا خايف عليهم منها اصلا هي يعني لعبة باين عليها فيها جن فيها الشان انا مش عارف فيه ايه اه وايه كمان يا عشف وبعدين يعني انا كمان بقيتش عارف اروح الجامعة بسببها جامعة ايه عشف جامعة اللي انا فيها انت في الجامعة ايوة يا دكتور انت في سنة كام انا في تانية ألسن تانية ألسن ايوة يا دكتور هو انت عندك كم سنة فيها يا دكتور قل لي بس انت عندك كم سنة عند 24 اه هو دي هدومك مش كده يا عشرف ايو يا دكتور ويطر حاجاتك فيها حاجاتي حاجات ايه يعني اوراق الشخصية المفروض يا دكتور طب ما تمدي ايدك في جيبك كده وطلع البطاعة بتاعتك بطاعتي انا يا دكتور ايو يا عشرف ليه طلعها بس وانت حتع اهي يا دكتور بطاعتة ايه تفضل قل لي كده سنك كم في البطاعة ايه يا دكتور فيه ايه انت عارف احنا سنة كم ايو يا دكتور احنا سنة كم يا عشرف نعم سنة 2020 براوي عشرف ايه را كده تاريخ ميلادك كم هو فيه ايه يا دكتور ايه را يا عشرف تاريخ ميلادك في البطاعة كم تاريخ ميلادي في البطاعة ايه ايه يا عشرف مش عايز تكمل انت مريد 1970 يا عشرف انت عندك 50 سنة يعني انت مش في الجامعة دلوقتي ثم انت معندكش اخوات اصلا انت بتقول ايه دي الحقيقة يا عشرف انت مريد نفسي بقالك سنة ونص موجود عندي هنا والمريد نفسي بحاجة اسمها الليدو وانت اللي صنعتها لعبة خيالية في دماغك فقط خدتها من اللعبة اللي اسمها الليدو العادية انت اقتبست الفكرة بتاعتها وحطتها فكرة في دماغك ملهاش اصل ازاي يا دكتور ايوه انت بقالك سنة ونص عندي مريد ازاي انا عندي ايه انا عندي اخواتي تلاتة انا عندي عصام وعندي علاء وعندي رامي دول اخواتي لا دول ولادة ولادي اللي انت بتهرب منه ان اموهم ماتت لا انا متجاوستش اصلا اموهم مين اللي ماتت لا اموهم ماتت تحب اقولك ماتت ازاي لا 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 انا انا متجاوستش لا اتجاوست وانت بتهرب من النقطة دي لان انت اللي قتلت مراتك انت بتقول ايه انا انا قتلت مراتي ايوه تحب اقولك قتلتها ليه لا انا ما قتلتهاش لا انت قتلتها وعلى فكرة انت مش جايلي هنا انت اللي جيت لا انت متحول لي من السجن لما ظهر عليك علامات الجنوم انت اتحكم عليك بالاعدام لكنك جيت لي عشان مجنوب لانه ماينفعش يتنفس فيك الاعدام وانت عندك اي نوع من انواع الامراض سواء كان جنيان او مرض من الامراض المزمنة فلازم تتعالج الاول وانت خلاص قربت تتعالج بس اهم نقطة دلوقتي في علاجك انك لازم تتقبل الحقيقة لا لا مش هي دي الحقيقة لا هي دي الحقيقة انت عارف انت قتلتها ليه لا انا ما قتلتاش انت قتلتها وقتلتها امتى لما كنت بتلعبه ليده مع بعض وعشان غلبتك امتي خنقتها لانك مريض نفسي ومرضك اسمه مرض عظمة الجيمز لان عظمة الجيمز او مرض عظمة الجيمز بيخليك عايز تبقى انت العظيم في كل لعبة بتلعبها ومن حبك في لعبة الليدو انت عايز تبقى انت الكنج فيها او انت المالك فيها ما تسمحش الحد انه يغلبك حتى لو كان الحد ده مراتك حتى لو كان الحد ده حد من ولادك لو كان فيهم حد غلبك كنت هتقتله لا انت كداب طيب ما معصان بيغلبني وانا اللي بسيبه يغلبني لا ده ده خيالك المريض كان بيصوره لك على انك اخوهم الكبير وانك بتلعبهم وانك بتسيبه يغلبك وده اللي قلته معايا في الجلسات لكن مش دي الحقيقة تحب اكدلك تاني دي صورة مين اه اه مين دي مين دي دي مراتك مراتي ايوة اللي خنقتها وموتها واتحكم عليك بالاعدام بسبب ان انت موتها دكتور داس على زرار موجود جنب السرير مع الكومدين دخل تمرجي او ممرض وقال له فانتم يا دكتور هاتلي التلات ولاد اللي عندك حاضر يا دكتور خرج وقفل الباب وراه وبعد ثواني فتح الباب ودخل منه عصام وعلاع ورامي عصام اول ما دخل بص لعشرف لكنه كان خايف يتكلم مكنش عارف يقوله يا بابا ولا يقوله يا عشرف وحس نفس الاحساس في عين علاء اما رامي سابهم وجري طلع على برا الدكتور قال لهم تعالوا يا ولئه جم ناحيته لكنهم كانوا جايين وخايفين تعالوا يا عصام ما لك ما تخافش حاضر جي عصام زي ما الدكتور ما قاله وقرب الدكتور سأله بيقوله يا عصام هو انت تعرف ده اه يقرب لك ايه عصام بص للدكتور وهو مش عارف يجاوب يقول ايه يقول اشرف ولا يقول بابا ما بقاش عارف الدكتور قال له اقول الحقيقة عشان باباك يخف يقرب لك ايه باب شفت يا عشرف لا ها انتو بتكذبوا لا ما بنكذبش لا لا انت بابا انت انتو انتو كذبين انتو كذبين لا احنا مش كذبين شفت بقى انت حتى ولادك مش عايز تسدوا اجيب لك مين تسدوا طب انا هجيب لك واحد تاني تسدقه ضرب الجرس دخل الممر قال له دهل الراجل الكبير اللي عندك بره طلع ودخل الراجل الكبير اللي اشرف اول ما شافه قال هو انت هو ده هو صاحب المكتبة اللي بعلن ليده جابر مش كده اه تعال يا حاج دخل الراجل الكبير اللي اسمه جابر زي ما اشرف قال وقال له ايه حاج انت تعرف اشرف ايو ايو يا ابني اعرفه حز المعرفة يقرب لك ولا معرفة يقرب لي يا ابني اه يعني يقرب لك ايه انا عمو يا دكتور يعني انت ما عندكش مكتبة يا دكتور مكتبة ايه اشرف هو اللي عنده مكتبة لا انتو بتكذبه يا اشرف يا ابني انت يا ابني اللي عندك مكتبة وانت اللي بتحب الالعاب الغريبة بتاعتك الليده والسلم والتعبان والحاجات دي وموضت امراتك بسبب المواضيع دي يا ابني ايه ده بقى وفوق لنفسك لا لا مش حقيقي اه طيب عموما انا عارف ان المرض اللي عندك سببه الحقيقي او الحالة دي بالذات سببه الحقيقي ان انت حاسس بالذنب من موت مرضك لكن اه ايه رأيك لو انا قلتلك ان مرضك ما ماتتش ايه اه مرض مرضي ما ماتتش ايو مش تصدقني لا لا ماتت هي مين مرضي مرضي يعني انت مصدق كل اللي انا قلته انت شفت بقى ان انت اللي مش عايز بتعترف انك مصدق طيمراتك ماتت فعلا لكن اللي انت متعرفوش ان مرضك وانت بتقتلها وانت بتقتلها في كاميرا المراقبة اللي انت كنت مركبينها في البيت صغرتك والتصوير بتاعها هو اللي لفه حوالين رقابتك حبل المشنق وانا جبتلك دلوقتي نسخة شان انا كنت متوقع اللي حيحصل منك دلوقتي لان انت لازم يحصل مواجهة بينك وبين الماضي عشان تفوق بدأ يشغله الفيديو وشاف نفسه وهو بيقت المراد قام وسرخ وقال له لا لا ده كده ده كده ومدي ايده وبيخنق الدكتور لكنه في اللحظة دي لقى حواليه اكتر من تمانية من الشرطة بيسكوه وكتفوه وقالوله احنا كنا عارفين ان انت بتمثل انك مريض ان كل اللي انت كنت بتعمله ده تمثيلية لكن انت قتلت مراتك ولازم تتعدم اخدوه وراحوا بيه على السجن وبعد فترة وهو لابس البدلة الحمرة وهو نايم لقى اللي بيه صحي يا اشرف يا اشرف مين مين قوم لا مين مين قوم يا اشرف حتتأخر على شغلك شغلي شغل ايه يا اشرف قوم بقى بيفتح عينيه ايه ده انت ايه انت جيت ازاي ايه يا رابه هو ايه اللي جيت ازاي انت انت مش مش متي اخصى عليك انا مد انت كنت بتحلم بيه ان انا مد هو انت انا مش بقيتش فاهم انا فين دلوقتي يا راجل انت ببيتك انا بصحيك عشان تروح شغلك ايه ده يعني كل اللي انا كنت باحلم بيه ده كان حل ها اكيد اكيد حلم ياه ده كان حلم رخم طي يلا اقوم عشان تروح شغلك اشرف قام تشطف وفتر وطلع وراح شغله وهو مروح معدي على المكتبة اللي دايما بيحود يشتري منها بعض الحاجات لولاده كرسات واقلام وحاجات زي كده بيضرب عينه في الفاترينة لقى لعبة الليدو اشرف مرضيش يشتري حاجة وجاني راح على بيته اول مداخل لأولاده قاعدين بيلعبوا ليدو اللحبة دي مين اللي جاء ايه يا بابا منت اللي جدته انا ايوة امت بنجي شهر يعني انا اللي جيب لكم اللعبة دي بيبص على اللعبة هي اللعبة اللي كان شايفة في حلم دقق فيها لقى الفريم مكتوب عليه الحروف هي هي ونفس المواصفات اللي كانت معاه في حلمه طيب اللعبة دي بقى ايه فيها مشكلة ولا ما فيهاش لأ هو انا حستنى اشرف مسك اللعبة ورح كسرها على رجليه لكنه اول ما كسر اللعبة اللعبة اتكسرت بطريقة عجيبة اتكسرت قطح صغيرة كأنك مسكت قطحة ازاز وجبت لها سرطان حيطة صغيرة خالص وده ما كانش طبيعي وامي لمها ورحطتها في كيس وما استناش يحطها في الزبالة في البيت نزل بسرعة وودها في صندوق الزبالة بتاعه العمومي اللي هو صندوق الزبالة الخاص بالبلدية بقى مرتاح نفسيا وروح قعد مع عياله تعشق ودخل نايم لكنه هو نايم لقى كائن لونه أخضر مزرق لكنه كان قصير قد القزم وليه أرنين حم وليه ديل جريب وقف عند دماغه وأشرف كان صاحب لكنه مش عارف يتحرك لأنه جاله نوع من أنواع الجاسوم والكائن ده قاله مش معنى ان انت كسرت اللعبه انك تخلصت مننا وهنا انتهت قصتنا أتمنى تكون عجبتكم وما تنسوش الاشتراك في القناة زائد تفعيل زر الجرس زائد لايك وكل واحد عنده فكرة جديدة قصة قديدة قصة قديدة يبعتها وسلام عليكم